صباح الخير يا بابا صباح الخير يا ماما صباح الخير يا حبيبتي صباح الخير يا حبيبتي فين يوسف؟ بنزلش ليه؟ بيحدر شندته يا ماما ونازل صباح الخير يا ماما صباح الخير يا بابا صباح الخير يا حبيبي يلا قاعد افتر صباح الخير يا يوسف قاعد يا حبيبي عاملين ايه في المذاكرة يا ولاد؟ انا عارف ان انا مشغول عنكم اليومين دول عشان عندي شغل كتير وششغل واخدني منكم دايما؟ احنا الحمد لله بابا بنذاكر انت فسنة ويا يوسف يعني محتاج مذاكرة كتير ويا ريت بقى تركز في مذاكرتك وتسيب الكتب اللي بتقعد تقراها دي ما هي الكتب دي يا بابا مسلية وانا بحب قراءها بصراحة كتب مسلية ولا كتب مرعبة مرعبة ايه بس يا ماما ده كتب كلها مسلية طب يا حبيب انا عايزك بس ما تشغلش بالك بالكتب اللي بتقراها كتير دي اليومين ده قلت عشان تركز في مذاكرتك وفي الاجازة ابقى اعمل اللي انت عايز والكلام ليك انت كمان يا كوكي ركزي في مذاكرتك قادر يا بابا انا بذكر كويس طيب ممكن تبطله كلام بقى وتاكله هتتأخروا على المدرسة يلا اقولوا يا حبيب يلا يا حبيب اركبوا وقفين كده ليه هنتأخر قادر يا بابا انا هروح بقى فاصلي يا يوسف صباح الخير يا يوسف انت على طول يا ابن بتيجي متأخر كده اصلا انا مبارح كنت صهران بقرة في كتاب وخلصت متأخر قوي بس كان كتاب شايد جدا كانت قصة مرعبة وجميلة احكيها لي بقى ولا اقولك بلاش تحكيها لي ادني الكتابة اقرا وما تخلصها ماشي ماشي دي هتعجبك قوي بقولك يا يوسف سمعت عن حكاية الغبل مسكونة اه يا ابني انا سمعت كلام عن الموضوع ده من فترة بس الموضوع ده اكيد مش بجد دي كلها حكايات وروايات لا يا ابني مش ممكن دي اخبارها منتشرة في كل مكان والناس كلها بتخاف تعدي منها لا لا يا عم صدقني ده كله كلام فاضي هي الناس كده بس بتحب تكبر المواضيع يعني انت شايف ان ده كلام فاضي طب ايه رأيك نبقى نروح نروح ازاي بس انا لو قلت لبابا وماما مش هيوافقوا طبعا ما احنا اكيد مش هنقولهم لما نروح انت عايزنا اقول لبابا وماما على الحكاية زي دي طبعا برضو مش هيوافقوا هيعود يقولوا لأ وما ينفعش وما طرحوش الاماكن اللي زي دي يعني انت عايزنا نروح من غير ما نقولهم ايوة طبعا نروح من غير ما نقولهم انا نفس اكتشف حاجة زي كده طب سيبنا فكر في الموضوع بقى طب يلا بنا بقى على الحصة زي ما اتفقنا بقى يا يوسف ما تنساش لا لا مش هنسأ يبقى اتكلمني في التليفون هو انت اتفقتوا على ايه لا لا مفيش حاجة خليكي في حالك انت اكيد وراكم مصيبة يلا يلا بابا جاء اهو سلام بقى يا مصطفى اشوفك بكرة يبقى اكلمني ماشي يا يوسف برضو مش هتحكيلي يا يوسف كنت بتتكلم انت ومصطفى في ايه يوه ملكيش دعوة بقى يا كوكي يا ترى كانوا بيتفقوا على ايه اكيد انا هعرف بتريقتي كوكي يوسف يلا يا ولاد الغدى جاهز هو يوسف اخوكي فين مش سمعني ولا ايه مش هيتغدى خلاص يا ماما انزلي حضرتك وانا هروح انادي عليه ايوه يا مصطفى ماشي ماشي خلاص انت بس جمع المعلومات عنها ونشوف الطريق هنروح ازاي ايوه 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 ماشي ماشي يلا سلام يجمع معلومات هم هيروحوا فيه يا يوسف يلا يا يوسف ماما بتنادي علينا عشان نتغدى هو انت هتروح فين انت ومصطفى ايه ده لا لا احنا مش هنروح في مكان وبعدين انت وقفة جنب الباب بتسمعيني ولا ايه لا انا ما كنتش بسمع ولا حاجة انا سمعتك بس بالصدفة اه طب يلا يلا عشان نروح ناكل تسلم ايدك يا هودا الاكل جميل اوي بابا هو عدرتك تعرف حكاية الغابة المسكونة دي يا دي حكايتها غريبة اوي الغابة دي بس انت بتسأل عليها ليه اه ابدا يا بابا اصل واحد صاحبي كان بيقول لي عليها بيحكي لي يعني عنها طب ما تشغلش بالك بالحكايات دي يا حبيبي الغابة دي فيها مشاكل كتير اوي اللي بيروح هناك ما بيرجعش ويا ما ناس اختفت هناك وناس حاولت تكتشف ايه السر لكن محدش قدر يوصل معقول الحكاية دي يعني اللي بيروح هناك بيختفى ومش بيرجع ايوة قرينا عنها اخبار كتير من فترة بس خلاص الناس كلها ما بقتش تروح هناك وبقت غابة مهجورة بعد ما كانت مكان كويس والناس بتروح هناك رحلات وبتبسط بس غريبة اوي ايه اللي حولها لكده مش عارفين الاسباب يا ابني اه حكايات وروايات بس غريبة ان محدش قدر يكتشف سرها لحد دلوقتي يا يا بابا اما لو اقدر اروح هناك واكتشف السر يوسف يا ابني سيبك من الكلام ده انا عارف ان انت مهوس بالحاجات دي بس لا خلعها من دماغك يا حبيبي وبطل كلام عنها احنا مش عارفين الغابة دي مسكونة بايه يلا كلوا بقى عشان تطلعوا تذكروا يلا حبيبي خدوا مصروفكم شكرا يا بابا شكرا يا بابا بقول لكم ايه حبيبي انا عندي قضايا مهمة جدا في المكتب وحصهر عليها النهاردة مش هينفع عد عليكم اخدكم من المدرسة انتو هتركبوا الباص خلاص ماشي يا بابا مفيش مشكلة هرجع انا وكوكي مع الباص طيب اوعى تروحوا في اي مكان تركبوا الباص وتيجعل هنا على طول طبعا يا بابا هنروح فين يعني طب يلا اركبوا يلا يا كوكي روحي على فصلك حاضر يا يوسف ازاي يا يوسف بقول لك ايه انا عرفت ازاي هنروح الغابة دي لأ انا خلاص قررت ان احنا هنروح الغابة دي مع بعض احنا لازم نكتشف سرها انت عارف ان احنا لو عملنا حاجة زي كده كل الجرائد والمجلات وكل المواقع هتكتب عننا ده كمان مش بعيد ناخد جايزة كبيرة هي مغامرة حلوة يا مصطفى بس تنقل ايه ولا قلق ولا حاجة انا حاسس ان الناس هي اللي مكبر المواضيع يا خبر ايه اللي انا بسمعه ده طيب بقول لك ايه بابا مش هيعد علينا النهاردة يخدنا عشان هو عنده شغل كتير جدا وقال لنا نركب الباص احنا بقى ما نركبش الباص بتاع المدرسة ونمشي انا وانت بقى من طريق الغابة فكرة يا يوسف ده هتبقى مغامرة جامدة او ماشي يلا بينا على الفصل بقى يا طرى بيتكلموا في ايه وموضيين صوتهم كده ليه بس اللي انا سمعتوا انه هم هيروحوا في مكان يا طرى ايه المكان ده طرى يوسف اخويا ومصطفى ابن عمك بيتفقوا عشان يروحوا مكان بس انا مش عارفة المكان ده تعرفي حاجة لا طبعا يا كوكي مش عارفة حاجة انا حسن ان هم هيعملوا مصيبة عشان هم كانوا موضيين صوتهم وهما بيتكلموا ايه بقولك خلينا نرقبهم ونشوف هيعملوا ايه ماشي فكرة برضو ايه بقولك ايه يا كوكي يلا روح اركب الباص انت بقى انا هتمشى شوية مع مصطفى لحد البيت ايه ده يا مصطفى انت مش هتركب الباص لا يا سارة اركب انت عشان احنا زي ما سمعت هنتمشى طيب يا يوسف مفيش مشكلة يلا روحوا تمشوا انتوا بقى واحنا هنركب الباص انا وسارة طب يلا روحوا اركبوا ايو ايو طيب اه يا خبر انا نسيت حاجة في الفصل هدخل اجيبها تعالي معايا يا سارة يلا روحوا انتوا بقى واحنا هنبقى نطلع نركب الباص يلا بينا احنا بقى بسرعة يلا بينا يا بنتي نمشي وراهم قبل ما يبعدوا كتير وما نعرفش انه وصلوهم ايه ده يا مصطفى مش هو ده المكان انا بصراحة الان قوي متقلقش بقى يعني هيحصل ايه احنا بس هندور في المكان نشوف هو ايه اللي بيحصل اساسا وبعدين الدنيا منورها هي انت شايفها ظلمة يعني ايه طب يلا ندخل بقى بس مش عايزين نتأخر لحد الدنيا ما تضلق ايه المكان اللي انت جبتينه فيه ده هو انا كان مالي انا ايه اللي خلاني اجي معايكي انا خايفة قوي هو انا كمان خايفة قوي انا ايه اللي جابني هنا وبعدين هم راحوا فين دول اختافوا طب هنرجع ازاي دلوقتي انا معرفش المكان ولا انا احنا مشينا وراهم وبذ لكن مش عارفين هنرجع ازاي مفيش حل غير ان احنا نلاقيهم وهنلاقيهم ازاي دلوقتي وهم اختافوا من قدامنا وبعدين المكان ده ما فيهوش حد خالص ومفيش اي صوت انا غلطانا ان اسمعت كلامك وجيت وانا كان مالي ما ييجوا الغابة ولا ما يجوش طيب بقولك ايه مفيش حل غير ان احنا ندخل نشوفهم جوه تعالي لا انا مش هدخل انا هستنك يا انا ادخل انت دوري عليهم ما ينفعش اسيبك هنا لوحدك يلا بين احنا الاتنين مع بعض ندخل جوه اكيد هنلاقيهم ماشي خليني وراك اما شوفها تودينا فيه بس احنا لو تأخرنا عن كده مش عارفة بابا وماما هيعملوا فينا ايه طب يلا بس بسرعة ندور عليهم قبل ما يبعدوا كتير ويسيبونا بقولك يا مصطفى انا بدأت خاف والوقت بيتأخر وبعدين ما فيش اي صوت وما فيش اي حد احنا مش هنعرف نخرج من هنا ولا ايه احنا بقلنا ساعة بنلف عشان نخرج من الغابة دي ومش عارفين هنعمل ايه دلوقتي مش عارف يا يوسف احنا ايه اللي جابنا يا ريتنا ما جينا طيب تعال نحاول نخرج من الناحية التانية جايز تكون اقرب للطريق وبعدين هنعمل ايه يا ترى هم فين تولي اختفوا تماما انا خايفة يكون جرالهم حاجة جرالهم ولا ما جرالهمش بقى المهم احنا هنخرج ازاي تعالي النادي عليهم جايز يسمعونا يا يوسف يا مصطفى يوسف مصطفى انا تعبت جدا ومش عارف اعمل ايه يا مصطفى يا يوسف ايه ده ده صوت كوكي معقول ايه ده ايه اللي جابها هنا يا كوكي انت فين استنى يا يوسف خدني معاك انتو تجن انتو انتو ايه اللي جابكم ورانا هنا احنا جينا عشان نشوفكم رايحين فين احنا كنا خايفين قوي جيتوا ورانا عشان تشوفونا رايحين فين طب احنا مش عارفين نرجع البيت دلوقت مش عارفين نخرج من الغابة دي انتو هتعملوا ايه بقى مش عارفين احنا جمان انتو السبب احنا السبب ازاي حد قال لكم تيجوا ورانا الدنيا ظلمت واحنا مش عارفين نوصل لاي مكان في الغابة دي هنعمل ايه اكيد بابا وماما بيدوروا عنينا دلوقتي انا خايفة قوي احنا لازم نمشي باي طريقة ايه ده ايه اللي فتح الباب ده اجرو بسرعة انتو مين وايه اللي جابكم هنا انا لازم امسكهم فورا اه ارجوك ارجوك احنا ما عملناش حاجة ارجوك ارجوك اه 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 انتو ايه اللي جابكم هنا جيتوا برجليكم اه ارجوك احنا كنا بنلعب عادي بس مشينا في الغابة وما كناش عارفين نرجع طهنا نمشي من هنا ومن هنا ومش عارفين نوصل البيت ارجوك اقول لنا الطريق من اين واحنا هنمشي وايه اللي جابكم تلعبوا في المكان ده المكان ده من سنين محدش بيدخل فيه جيتوا ليه اتكلموا وحد يعرف ان انتو هنا لا محدش يعرف ان احنا هنا ارجوك سبنا نمشي احنا جاءنين وعدشانين هقول لنا الطريق من اين واحنا هنمشي على طول ومش هنيجي هنا تاني بابا وماما اكيد بيدوروا علينا وازاي تروحوا مكان من غير بابا وماما ما يعرفوا ليه تعملوا كده مش خايفين احنا احنا كنا جايين ناكتشف ايه سر الغابة دي ليه محدش بيجي هنا ودلوقت احنا عرفنا ليه محدش بيجي هنا ارجوك ارجوك سبنا نمشي ارجوك سبنا نمشي احنا هتا مش معنا ميا نشرب ما تخافوش تعالوا معايا وانا هأكلكم واشربكم ايه يعني هتأكلنا وتشربنا يعني مش هتعمل فينا حاجة لا انت بتتحك علينا عشان تأكلنا حاجة وتنتقم مننا صح ما تخافوش وعشان تتطمنوا انا هشيل الكنع اللي على وشي ايه طناع يعني ده مش وشك الحقيقي يعني انت مش بتخوف لا انا انسان عادي زيكم وهحكي لكم حكايتي ايه ده انت فعلا راجل عادي يا خبر ايوه انا راجل عادي زيكم بس انا راجل كبير طيب وإيه اللي مخليك قاعد هنا ليه مش قاعد وسط الناس قاعد في المكان المهجور ده ليه وايه سبب ان الغابة دي تقفلت وما بقاش حتى ييجي فيها ده حكاية طويلة بس انا هختصرها لكم انا مش بأزي حد ولا حاجة انا جيت الغابة دي واقعدت هنا واتحبست هنا بس ده المكان الوحيد الامن بالنسبالي اامن بالنسبالك ليه انت كنت خايف من ايه من سنين طويلة اتعرفت على مجموعة بس للأسف كانوا عاملين نفسهم صحابي ودخلنا في شغل كتير مع بعض وبعد كده ضحكوا علي وسرقوا فلوس كتير من البنك وهربوا وبلغوا عني ان انا اللي سرقت مع ان كنت مظلوم وبشتغل شغلي كويس هم خدوا الفلوس وهربوا وعايزيني انا ادخل السجن وطبعا انا ما كنتش هقبل ادخل السجن قبل ما اثبت برأتي وهربت وقعدت هنا لكن هم سفروا برا وللأسف فقدت الامل ان انا اثبت برأتي فما كانش في حل قدامي غير اني اهرب بدل ما ادخل السجن اعايش في سنين حياتي هم سرقوا الفلوس يتمتعوا بيها وانا اتحبست هنا وكنت خايف حد يشوفني ويبلغ الشرطة ويقبض علي فاضطريت ألبس الكنعة ده والبس لبسي ده عشان كل اللي يجي الغابة يخاف وما يرجعش تاني وفعلا الناس كانت بتيجي وتخاف مني وتجري يعني الناس اللي كانوا بيجوا الغابة هنا انت ما خطفتهمش لا يا ابن انا ما خطفتش حد هم حالتين بس واحد فضل يجري يجري عشان يهرب لحد دم ما وقع من فوق وبعد كده الشرطة جات اخدته وودته المستشفى والتاني كان بيجري بس هو كان تعبان حاولت انقذه بس ما عرفتش هو ده بس اللي حصل طيب وباقي الحالات الكتير اللي كانوا بيحكوا عنها دي كلها اشعاعات وبعدين في حرمية كتير بتخطف وتسرق ويقولوا اصل فيه وحش في الغابة ممكن يكون خطفهم ودي كلها اشعاعات لكن انا في حالي وما حدش يعرف عني حاجة يا حرام بس انت مسكين قوي تعود سنين حياتك كلها هنا محبوس عشان مش قادر تثبت برقتك انا فضلت اقعد هنا في الغابة احسن من اني اقعد في السجن دي بحنا ممكن نحكي البابا على حكايتك دي هو محام كبير وممكن يساعدك انا بقالي سنين طويلة هنا وتعودت على المكان ده حتى معرفش اخبار الناس ولا احوالهم يا يا عمو بس انت كده برضو تعتبر محبوس بقول لكم ايه انتوا جعانين جدا والكلام اخدنا انا هجب لكم حاجة تكلوها وتشربو وبعد كده اوصلكم على الطريق اللي هيرجعكم بيتكم احنا لازم زي ما انت هتخرجنا من الغابة احنا كمان لازم نساعدك انتوا هتساعدوني انتوا صغيرين قوي الحل ايه دلوقتي هانا عايز اولادي مش معقول بقى كده تقول لهم يركبوا الباص بتاع المدرسة طب كنتوا قولي وانا اروح اجيبهم ما هم مش صغيرين المفروض كانوا يسمعوا كلامي ويركبوا الباص مش يمشوا من المدرسة هم واصحابهم بس تما يرجعوا حسابهم معاي يرجعوا ايه بس هم بعد التأخير ده كله هيرجعوا يا طرى راحوا فين بلغت الشرطة قالوا لك ايه لازم يعد عليهم اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة وبعدين ازاي كده انا خايف يكون يوسف هو واخته راحوا يشوفوا الغابة المسكونة هم ممكن يكونوا راحوا هناك يا دي المصيبة طب يلا بينا على هناك يلا انت بتهزري انت عارفة المكان ده عامل ازاي ما يهمنيش انا لازم اروح اشوفهم استني بس يوسف كوكي ايه ده كنتو فين كنتو فين انت وهيا احنا قاسفين انا قاسف يا بابا انا قاسف يا ماما انطعوا كنتو فين انتو عقابكم كبير جدا على انتو عملتو ده حبايبي يا ولادي الحمد لله انتو رجعتو بالسلامة احكوا للأول كنتو فين هنحكي لك كل حاجة يا بابا وانا متأكد انك هتسمحنا احنا كنا في الغابة ايه في الغابة انتو مجانين الحمد لله انتو رجعتو بس ازاي رجعتو على فكرة يا ماما الغابة دي طلعت مش مسكونة ولا حاجة ده طلع راجل مسكين مستخب في الغابة بقاله سنين عشان كان متهم في قضية وهو مظلوم وكان خايف يدخل السجن فهرب في الغابة وبقى يخوف اي حد يروح يناجل عشان محدش يبلغ عنه ويقبض عليه ايه يا بابا انتو لو شفتوا الراجل ده ده مسكين قوي ده صعب علينا جدا ده حتى كمان جاب لنا اكل ومية وهو اللي خرجنا من الغابة وده مش مبرر ان انتو تروحوا مكان من غير ما تقولولي وكمان مكان زي ده كان ممكن يحصل لكم اي حاجة ارجوك يا بابا سمحنا انا اصلا ما كنتش هروح انا سمعت يوسف بيتكلم مع مصطفى انه هم عايزين يروحوا مكان غريب وانا بصراحة كنت عايز اعرف هيروحوا فين قلت لسارة بنت عامة مصطفى ان احنا نروح وراهم ونشوفهم هيروحوا فين بس ما توقعتش ان هم هيمشوا كتير كده وبعدين كنا عايزين نرجع ومعرفني اشتهنا فاضطرنا بقى ندور عليهم ونرجع معاهم يعني انتو كمان كان ممكن تتوهوا في الغابة ومش عارف ممكن كان يجرلكم ايه خلاص الحمد لله ان هم رجعوا بالسلامة واتطمنت عليهم ارجوك يا بابا احنا عايزين نساعد الراجل ده مسكين اول نساعده ايه ده راجل هربام من الشرطة يعني المفروض نبلغ عنه طب قابله واسمع حكايته وتكلم معاه لكن منفاش تبلغ عنه الشرطة كده يا بابا احنا وعدنا ان احنا مش هنقول حاجة يعني انتسطر على مجرم عشان انتو وعدتوه بايب يا بابا ارجوك اسمع حكايته الاول واسمه ايه بقى الراجل ده اسمه بحجة ابراهيم يا بابا ياه بحجة ابراهيم هو الراجل ده لسه عايش ايه ده حضرتك تعرف يا بابا ايوة طبعا ده قضيته كانت مشهورة جدا الراجل ده بعد ما اتحكم عليه بالسجن هربت والمجموعة اللي كانت معاه هربت بس بعد كده الشرطة قدرت تقبض عليهم واعترفوا بكل حاجة واسبتوا ان هو بريء بس للأسف هو اختفى ومحدش قدر يوصله ومعرفش ان هو بريء يعني هو يا بابا فضل مستخاب السنين دي كلها وهو بريء يعني لو كان طلع وسلم نفسه كان هيعرف ان هو اخد براءة ايوة يا ابني معقول محدش قدر يبلغوا الكلام ده طب يا بابا ارجوك احنا عايزين نساعده ومبلغوا الكلام ده عشان يرجع لبيته تاني ويسيب الغابة دي انا بكرا ان شاء الله هعمل الاجراءات اللازمة وبعد كده نروح نجيبه من الغابة معقول يا ولاد لغز الغابة ده ينتهي كده وانتو اللي تكتشفوه دي حاجة غريبة قوي دي حكاية محدش يصدقها الحمد لله ان احنا كنا سبب في انقاذ الرجل ده بس برضو اللي انتو عملتو ده غلط كان لازم تعرفونا قبل ما تروحوا في اي مكان حاضر يا بابا احنا مش هنعمل كده ابدا